السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا جماعة الخير؟ إن شاء الله الجميع بخير أخوكم حمد أبو حمز جاء بالعثارات الكرام تاريخ تسجيل الفيديو اليوم الخميسة عشرين واحد الفين واثنين وعشرين تاريخ الهجر جمادة الأولى عفوا جمادة الآخرة الف وارمائة وثلاثة واربعين سبعطاش هجري مثل ما احنا شايفين بالخلفية جماعة الخير كيف أعرف بأن جميع أفراد عائل العائلة موجودين بالسيستم تبعي أنا الأب مثلا بإدارة الهجرة من خلال شيفرة الأب تبع الإيدولات يا ترى في حال ما هم موجودون بسيستم الأب معناتهم موجودين بسيستم الأم هذه الحالة في حال عدم تثبيت الزواج بشكل نظامي يا ترى في حال قسم من العائلة بسيستم الأب والقسم الآخر بسيستم الأم بهذه الحالة أنا أنصح أنصح العائلة بتثبيت الزواج بشكل نظامي وتحديث البيانات بإدارة الهجرة ووضع جميع الأفراد العائلة من ضمنهم الزوجة تحت سيستم الأم نصيح ثبت زواجك بأقرم ما يمكن واستلم دفتر عائلة تركي أخوكم محمد أمو حمز جامع أفراد كرام طبعا شنون أعرف أن جميع أفراد عائلتي ضمن السيستم تبعي من خلال شيفرت الإدولات شنون بدي أدخل على سيستمي بإدارة الهجرة يعني لازم يكون كل أفراد عائلتي تحت سيستمي هاي الجدول يا جماعة الخير تمام شو الطريقة طبعا أنا حاط رابط مباشرة تضغط عليه مباشرة تضغط عليه يدخلك مباشرة على مرادك هذا هو الرابط يا جماعة الخير وأنا راح أشرحها أشرح الطريقة بشكل عملي أفضل كيف أعرف بأن جميع أفراد عائلتي موجودين ضمن السيستم تبعي أتمنى الجميع يجرب كل الناس وكل شخص يشرح لتجربته أنه أنت يا أخي لغيت كل أفراد العائلة ضمن سيستمك لغيت قسم من العائلة بسيستمك بسيستم الأم لغيت كل العائلة بسيستم الأم شاركونا تجاربكم مرة أضغط على الرابط مباشرة راح أنا أطبق الطريقة العملية ركزوا معي طبعا دائما أنصح الناس بالدخول إلى دولات عن طريق متصفح الكروم بالأخص الناس اللي عم يتقدم على أذن السفر التطبيق ما عم يدعم هذا الأمر حسنا متصفح الكروم حاليا احنا بصدد دخول عن طريق متصفح الكروم مش من أجل تأكد بأن جميع أفراد عائلتي موجودين ضمن السيستم تبعي راح ندخل راح ندخل برجيكم شو الطريقة نكتب بالبحث كلمة اي نقطة دال أول خيار اي دولات بعدين ندخل أو خيار الاول اي دولات كيف يسي يا جماعة الخير بعد ما دخلنا إلى البوابة الإلكترونية ندخل 99 تبعناها يباهمي طبعا وشفرت لأي دولات وبعدين نعطيها قريش ياب راح ندخل بيانات نعطيها قريش ياب ونكمل معاكم حاليا بالبحث يا جماعة الخير نحوط كلمة قوتش قوتش إدارة رأسية يعني قوتش كلمة جقي أو إتش نختار الخيار الرابع هذا بعدين يا جماعة الخير نختار هذا الخيار قتشي كوروما إلى آخر سورقولما تمام سونوش لاري سونوش لاري الخيار الرابع شوفوا اسمه ممكن يتحدث اليدولات بيوم الأيام ممكن يصير الخيار خامس سادس ندخل عليه ونكمل معاكم حاليا يا جماعة الخير بعد ما فتنا عن هذا الخيار تظهر فيه صورتنا ورغم التجي والاسم والكنية للأب طبعا ندخل عن طريق اليدولات تبع الأب العنوان ومكان لقام اسطنبول رغم التليفون والعنوان من أسفل هذا الفيديو فيه جدول الجدول لازم موجود كل الأفراد العائلة فيه تمام شايفين هاي هاي الزوجة زهرة مثلا عبدالله ابن علي ابراهيم بشار هاي لازم تظهر كلها بإدارة الهجرة شفتم شلون الطريقة طبعا بيناس ما تحب يتعذب حالها مباشرة انك تضغط على هذا الرابط رح ينقل لك مباشرة على اليدولات دخل يدخلك على البند مباشرة فهي الطريقة تحب الطريقة العملية طبعا هذا الكلام كله رح أترككم صندوق الوصف لقناتي على اليوتيوب أنا أخوكم محمد أبو حامز جابر أفراد الكرام لا تنسونا من فضل دعاكم فيديو مهم جدا يا جماعة الخير إذا ما لقيت أطفالك بضمن سيستمك فهذا الأمر يعني ما في مضرة ولكن الأفضل إنك لما تروح تحدث بياناتك أطلب إنه جميع أفراد عائلتك تصير تحت سيستم الأب يعني لو قدمت على ذن سفر زيارة على أورفا مثلا مستنبول على أورفا الكل يطلع بسيستم الأب معك بإذن السفر لا سمح الله إذا ما بي حدا بي اسمك ما يصير يعني ما يصير ضيفهم إضافة أبدا لازم يكون أوتوماتيكيا مضيوفين فالأفضل إضافة للجمالية والأفضل لسيستمك يكون كل أفراد عائلتك بسيستم الأب جزيكم الله خير بارك الله فيكم أخوكم محمد أبو حمزة جابر عثرات الكرام لا تنسونا من فضل دعاكم مثل ما قلت لكم هذا الكلام كل راح ترككم صندوق الوصف لقناتي على يوتيوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته